السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في المحاضرة رقم 6 نحن نتكلم فيها على المخصصات والظروف المحتملة طبعا لما بنيجي قبل منشوف التفاصيل المتعلقة بهذا القسم المخصصات والظروف المحتملة بنطبق هذا القسم على ايه على كافة المخصصات والالتزامات والأصول المحتملة اتبالك هذا القسم من معيار محاسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ما بيطبقش على المخصصات التي تمثل تعديلا للقيمة الدفترية للأصول يعني أنا النهاردة لما بعمل مخصص للديون المشكوك في تحصلها أو مخصص للإهلاك يعني هنا بأثر على الأصول فبالتالي بعدل القيمة الدفترية هذا القسم لا يتناول هذا النوع من المخصصات يبقى إننا بنتناول فقط المخصصات التي تمثل التزامات على المنشآت يدي رقم واحد الحاجة التانية هناخد أيضا مش بس المخصصات اللي بناها تعتبر التزامات ولكن هناخد أيضا الالتزامات والأصول المحتملة وإزاي يتم معالجتها محاسبيا وفقا لمعيار محاسبة النشآت الصغيرة ومتوسطة يبقى إحنا اتفقنا مع بعض إن هنا ما بنتناولش كل أنواع المخصصات ولكن بنمثل بس أو بناخد بس المخصصات اللي بتعتبر التزامات على الشركة سواء كان هذا الالتزام التزام قانوني أو التزام حكمي تعالوا بنا نشوف مع بعض تفاصيل هذا القسم أول حاجة هنتكلم على المخصصات إيه هي المخصصات؟ هنا وفقا لهذا القسم بنقول إنه التزام غير محدد التوقيت أو المقدار بتقدرش تحدده بدقة هو التزام على المنشآة أو على الشركة غير محدد زمانه أو قيمته في الحالة دي بنعتبر ده من ضمن المخصصات اللي بتعتبر التزام على المنشآة متى يتم الاعتراف بالمخصصات؟ تعترف المنشآة أو الشركة بالمخصصات في أحوال معينة أول حاجة إنه على المنشآة يكون عليها التزام قانوني أو التزام حكمي نتيجة حدث في الماضي التزام قانوني بينشأ من إيه؟ التزام القانوني بينشأ من العقد أو التشريع أو تطبيق آخر للقانون يبقى الالتزام القانوني كلمة التزام حالي يبقى وقع علي بالفعل قانوني يعني إيه؟ يعني هذا الالتزام بينشأ من عقد أو تشريع لو أنا مثلا بيني أنا النهاردة ببيع لك سلع معمرة وفيه بيني وبينك عقد اللي هو شهادة الضمان بقولك أنا أضمنه لك لمدة خمس سنوات فده التزام نتيجة عقد وبالتالي بنسميه التزام قانوني نتيجة حدث في الماضي إيه هو الحدث في الماضي؟ إن أنت بيعتلي هذه السلعة يبقى أنت بيعتلي السلعة بضمان وشهادة الضمان دي معتمدة يبقى ده التزام على المنشأة نتيجة العقد اللي بين المنشأة وبين العميل إيه هو الحدث اللي في الماضي اللي حدث ونشأ عنه هذا الالتزام هو بيع السلعة المعمرة دي سواء كانت تلاجة أو غسالة أو أو إلى آخر مش بس كده يبقى اتفقنا مع بعض إن على المنشأة عليها التزام قانوني أو التزام حكمي طيب الالتزام القانوني أنت قلته لي طيب إيه هو الالتزام الحكمي؟ الالتزام الحكمي هو الالتزام ينشأ من تصرفات المنشأة نفسه يعني المنشأة هي لابد تقر بمسؤوليتها من واقع قواعد سبتة عندها وفقا للممارسات السابقة أو هي معلنة هذه القواعد والسياسات زي مثلا سياسة مرضوضات المبيعات ده التزام حكمي ليه؟ لأن المنشأة حتى قواعد سبتة بتقول لك والله من الممكن أنك ترضيلي هذه السلعة خلال 14 يوم مثلا من تاريخ البيع بشرط أنك أنت ما تكونش فتحتها أو استخدمتها أو إلى آخر يبقى ده التزام حكمي على المنشأة صدر منين؟ هي المنشأة حطت قواعد سبتة وفقا للممارسات اللي موجودة في السوق أو وفقا لتوجهاتها وإلى آخر يبقى ده الالتزام القانوني أو الالتزام الحكمي في الحالة دي نقدر نكون المخصص يبقى دي أول شرط ياخد بالك منه يجب أن يكون على المنشأة إما التزام حالي مش متوقع التزام إيه؟ حالي إما قانوني بعقد أو تشريع أو حكمي نتيجة واقع قواعد سبتة بتحطها المنشأة لنفسها زي سياسة مرضوضات المبيعات والتاني من المتوقع بقى بدرجة عالية من التأكد أن أنت هتحول منافع اقتصادية لتسويت هذا الالتزام يعني على سبيل المثال أن أنا هدفع مثلا فلوس يبقى ده بحول منافع اقتصادية أن أنا هصلح لك الجهاز بتاعك بقطع غيار من عندي وإلى آخر وحن أحول لك منافع اقتصادية يبقى أول شرط عشان أعترف بالمخصصات وهذه الشروط يجب أن تتوافر معا رقم واحد أنه بيكون على المنشأة إما التزام حالي قانوني أو حكمي اتفقنا مع بعض التزام القانوني بينشأ من إيه؟ من عقدة أو تشريه التزام الحكمي بينشأ من إيه؟ من قواعد سابقة أو محددة للممارسات موجودة في المؤسسة بتاعته أو في الشركة بتاعته نتيجة حدث في الماضي حاجة تانية من المتوقع بدرجة كبيرة أنه هنحول منافع اقتصادية لتسويت هذا الالتزام أنك أنت عشان تصلح هذه المعدة أو الآلة أو السيارة أو التلاجة هتحول منافع اقتصادية في سورة فلوس أو في سورة قطع غيار أو في سورة كذا 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 ده رقم اتنين طب ورقم تلاتة نقدر نقدر هذا الالتزام بدرجة يعتمد عليها يعني ما يبقاش حاجة هلامية ما أقدرش أحددها وبالتالي من الممكن من واقع خبراتنا السابقة في بيع السلع بضمان أقدر أحدد كام في المية تقريباً بيكون قيمة هذا الالتزام أو الله بيكون مثلاً عشرة في المية من المبيعات خمسة في المية أو أو إلى آخر وبالتالي من الممكن أن أنا أقدر قيمة هذا الالتزام بدرجة نطق فيها بدرجة يعتمد عليها ما يبقاش التقدير جزافي لما أجي أقولك أنت أقدرت القيمة دي إزاي تقدر تجاوبني وتقول أقدرتها إزاي المنشأة بتعترف بقى خلاص طوافر شروط الاعتراف التلاتة لازم يقول تلاتة دول مع بعض على المنشأة التزام حالي قانوني أو حكمي نتيجة حدث في الماضي من المتوقع يخرج من عندي منافع اقتصادية علشان أساوي هذا الالتزام وأقدر أقدر قيمة هذا الالتزام بدرجة يعتمد عليه بنعترف بيها كالتزام في قائمة المركز المالي مقابل الاعتراف بقيمته كمصروف يعتبر ده بالنسبة لي مصروف طيب نشوف النقطة التانية كيف يتم القياس الأولي للمخصصات أعيسه إزاي إيه المخصصات دي لأنها أعيس إحنا بنقيس قيمة هذه المخصصات وفقا لأفضل التقديرات للنفقات المطلوبة لتسوية الالتزام يعني أفضل تقدير ممكن أقدر أوصله من واقع الخبرة من واقع مثلا لو في أحكام قضائية علي بمبالغ معينة أجيب الشؤون القانونية واعد معاهم ونتدارس ونوصل إلى ده أفضل تقدير ممكن لتسوية الالتزام إمتى الكلام ده في نهاية كل فترة مالية وداني بعض الاشتراطات أو بعض الحالات اللي أخد بالي منها نمر واحد إذا كان المخصص ده لعدد كبير من البنود أخذ نقطة وسط يعني النهاردة لو كان عندي مثلا بعض الحالات المتعلقة بإنك بتعمل مخصص لتعودات نفقات التقاعد للعمال والموظفين اللي عندي وعندي عشرين عامل اللي هياخد عشرة اللي هياخد خمسين اللي هياخد مية اللي هياخد كذا بأخذ متوسط لتقدير قيمة هذا المخصص يبقى إذن من الممكن إن أنا أخذ قيمة وسط لتقدير قيمة هذا المخصص أنا مش عارف هل كله لما هنقدر ندفعه هنسدده ناس هتكمل ناس هتخرج معاش مبكر إلى آخره بيبقى فيه تقدير قيمة وسط لهذا الأمر تاني حاجة وناخد بالنا منها النقطة رقم 2 دي لما يكون هناك تأثير جوهالي لقيمة الزمنية للنقود يعني إيه يعني من الممكن إنه هذا الالتزام اللي علي يتسدد على سنوات طويلة وبالتالي أصبحت النهاردة المحاسبة تتلائم شوية مع الواقع العملي فلازم ناخد في اعتبارنا القيمة الزمنية للنقود وبالتالي بنعتمد هنا على جداول القيمة الحالية عشان أقدر أقدر قيمة هذا الالتزام فهنا بيقول لي إيه قيمة المخصص اللي أنا بكونه في هذه الحالة هي عبارة عن إيه عبارة عن القيمة الحالية للمبالغ المتوقعة تسويتها للالتزام باستخدام معدل الخصم المناسب وفقا لتقديرات السوق واحدة من أفضل الأساليب للوصول إلى القيمة الحالية هي جداول القيمة الحالية نشوف معدل الخصم المناسب في السوق كام النهاردة من الممكن يبقى 10% يبقى 9% يبقى 11% واشوف الفترة الزمنية بعد السنة بعد 2 بعد 3 واشوف القيمة وحطها ضمنا للموضوعية يبقى خد بالك من النقطة دي لأنها بتفيدني جدا في الجانب العملي لما بيكون المخصص أو هذا الالتزام اللي علي ماله على مدى زمني طويل يبقى في الحالة دي ما بنحطش المبالغ كما هي لا بنجيب لها القيمة الحالية للمبالغ المتوقعة تسويتها للالتزام وهو ده اللي بثبته وبعد كده بيتم تعديله تباعا تمام المقطة دي واضحة وقد بنلي أكتر في الحالات العملية طيب شوف رقم 3 لو من المتوقع أنك تسترد بعض النفقات أو كلها للمخصص اللي انت مكونه لو كنت مثلا مأمن لدى شركة تأمين وبالتالي مش هتدفع هذه القيمة انت كنت مأمن على البضاعة اللي هتوصل لفلان ما وصلتش السفينة غير ايه حصل كذا حصل كذا لكنت مأمن عليها ففي الحالة دي دي ممكن تاخد فترات طويلة لغاية ما تتم لكن الرجل ده انت كان فيه في العقد شرط جزائي فدفعته أو سددته فلما تسترد قيمة هذه الأموال وانت متوقع والاسترداد ده مؤكد بالنسبة لك ما فيش أي مشاكل أولا ان القيمة دي لا يجب ان هي تزيد عن قيمة المخصص أبدا ومتعملش مقصة أما الآن أعمل ايه أثبته كأصل الجديد ده كأصل منفصل يبقى بنسبته الفلوس جات لك يبقى من حساب البنك استردادات ثم في الطرف الآخر استرداد مصاريف صيانة إلى آخره أو مصاريف تعويضات أو أيا كان المصروف اللي انت استردده ده يبقى في الحالة دي لو من المتوقع ان انت تسترد جزء من المخصص أو كل المخصص لما تسترد أو خلاص وبقى شبه مؤكد يعني في الحالة دي ما بنعملش مقصة بين القيمة المسترددة والمخصص بنسبة هذا الاسترداد كأصل منفصل وخلاص تمام الحال ده بالنسبة للحالة رقم 3 طيب ده القياس الأول المخصص تعالوا بقى بنا القياس اللاعق في الفترات التالية في حاجات أو في قواعد معينة لازم أخذ بالي منها أولا أن المخصص لا يستخدم إلا في الغرض الذي أنشئ من أجله دي رقم واحد يعني أنت عملت مخصص للتعويضات القضائية يبقى يستخدم في التعويضات القضائية متعلق بالالتزامات متعلقة بضمان المبيعات يبقى المخصص ده يستخدم في المبيعات وضمان المبيعات وهكذا لا يستخدم المخصص إلا في الغرض الذي أنشئ من أجلودي قاعدة عادية جدا موجودة من سنوات عديدة طبعا في نهاية كل فترة مالية بين تاني بنعيد أو بنقدر المخصصات عشان تعكس أفضل تقدير هل يعترى المخصص إحنا عمنا كنا أكبر من اللازم ولا أقل من اللازم كنا متوقعين السنة دي مثلا إن إحنا يبقى المخصص المتعلق بالتعويضات القضائية يبقى مثلا مئة ألف إحنا دفعنا ستمية إيه دا إيه أو متوقع ندفع ستمية يبقى لازم نعدله دفعنا عشرة أو متوقع ندفع عشرة يبقى لازم نعدله نفس الشيء بالنسبة للضمان وأي إيه وأي مخصص من المخصصات اللي إنت اشتغلت عليها طيب إيه كمان النقطة دي مهمة جدا بتفيدني برضو في الجانب العملي لو إنت قست المخصص بالقيمة الحالية يعني كان القيمة الزمنية للنقود إن المخصص هيغطي فترات زمنية طويلة تتعدى السنة واثنين وثلاثة واربعة في الحالة دي الفرق ما بين القيمة الحالية اللي إنت طلعتها لمبلغ المخصص والقيمة النقدية بنعتبرها تكلفة تمويلية يبقى مرة تانية يعني مثلا هنقول إن أنت مثلا هتعمل مخصص المخصص ده كان قيمته خمسمائة ألف جنيه بس ده على مدة أربع سنين خمسمائة ألف جنيه نقدي لما بتخصمه بالقيمة الحالية ما يبقاش خمسمائة أبدا هيبقى أقل إن القيمة الزمنية للنقود ما لها متغيرة نفترض خمسمائة اللي إنت سابتهم هم النهاردة يساوي ربعمائة وخمسين ألف القيمة الحالية يبقى إحنا نسبة بالكام بربعمائة وخمسين ألف طب والخمسين نعتبرها تكلفة تمويلية تتوزع على المدى الزمني للمخصص لو كانوا أربع سنين أسمع على أربعة لو كان تلسين أسمع على ثلاثة لو كان سنتين أسمع على سنتين وهكذا وده نقطة مهمة جدا واعتبر من النقاط الجديدة لما يكون القيمة الزمنية اللي هو أهمية نسبية فمبلغ المخصص اللي إحنا نثبته هي القيمة الحالية للنفقات القيمة الحالية للنفقات المتوقعة أن تكون مطلوبة لتسويت هذا الالتزام ماشي أثبتنا القيمة الحالية لكن في الواقع نقدا لما أجي أسجل أنا أسجل النقدي كام أنا سجلت دلوقتي المخصص أو الالتزام علي بالقيمة الحالية عند بقى استحقاقه بنعتبر الفرق بين القيمة النقدية والقيمة الحالية تكلفة تمويلية وبنسبتها كتكلفة تمويلية ده وفقا لهذا المعيار ووفقا للمعيار الدولي اللي لما أجيك كلم برضو في هذه النقطة أعليجها بنفس المعالجة وده هتبانلي في الحالات العملية اللي إحنا ناخدها مع بعض تعالوا نشوف زي ما تعودنا مع بعض ناخد حالة فعلية من الأدب المحاسبي في تكوين المخصصات ونعلق عليها هل يا ترى هذه الشركة أصابت أم أخطأت وإذا أصابت أصابت في إيه وإذا أخطأت أخطأت في إيه دي الحالة الحقيقة دي أنا معظم الحالات كنا بنجيبها من حالات دولية أو عالمية الحالة دي حالة مصرية تعالوا مع بعض نقرأ الحالة دي ونشوف قصتها إزاي في إحدى شركات المساهمة المصرية اللي هي الشركة الشرقية اللي هي الشركة بتاعت السجاير كونت الشركة مخصص وسمته مخصص مواجهة الخسائر المتوقعة لنقل الآلات ليه؟ ذلك لتوقعها خسائر عند نقل الآلات إلى مصانع الشركة المزمع إنشائها مستقبلاً في مدينة 6 أكتوبر قد بلغ حجم هذا المخصص في 36003 مبلغ قدره 168 مليون جنيه وخمسمائة ألف دي رقم واحد ثم التكوينه كون لي 27.5 مليون عام 2000 وكون 112.5 مليون في سنة 2001 وكون 147.5 عام 2002 يبقى أنا هنا كون لي هذا المخصص على مدار زمني طويل 3 سنوات واعتبر ده مخصص وموجود عندي من ضمن عناصر المخصصات فإيه رأيكم في هذه الحالة؟ هل هنا بنعتمد قيمة هذا المخصص؟ ولا لا يعتمد؟ وإيه الأسباب؟ وفقاً للقواعد التعريفية اللي احنا قلناها عن المخصصات إيه الحدث اللي في الماضي نتج عنه والتزام في المستقبل؟ وهنا قلنا أن المخصصات علشان أعترف بيها كمخصصات ليها مجموعة من الايه؟ من الشروط الشرط الأولاني أن على المنشأة التزام حالي نتيجة حدث في الماضي وما فيش التزام حالي وفي حاجة متوقعة وبعدين إيه الحدث اللي في الماضي؟ ما فيش حدث في الماضي أنت النهاردة بتبني عايز تنقل يبقى معنى ذلك لا يوجد التزام حالي على المنشأة وبالتالي ما أقدرش أعترف بيها بقيمة معينة هاي بهذه القيمة بتفتقد أهم شرط من شروط الاعتراف بالمخصصات أنه بيكون على المنشأة التزام حالي نتيجة حدث في الماضي لا يوجد على الشركة الشرقية اي التزام حالي نتيجة حدث في الماضي وبالتالي لا نعتبر هذه المخصصات مخصص بالمفهوم اللي احنا قلنا عليه ولا تعتمد ضمن المخصصات ويجب رد هذا المخصصات إلى المنشأة وبالتالي عدم اعتماده ده مثلا حالة موجودة عندنا وفقا للقواعد بتقول لي طبعا لو جبنا حالة زي كده إنت بعترف المخصصات شروط الاعتراف واحد اتنين ثلاثة وإنها لا تلبي هذه الشروط وبالتالي لا يجب علينا أن احنا نعترف بيها ضمن المخصصات الحاجة التانية اللي عايزين نتكلم عليها قبل ما نبدأ بقى في الحالات العملية المختلفة هي الالتزامات المحتملة حاجة التانية هي الالتزامات المحتملة الالتزام المحتملة إما أن يكون التزام ممكن أن ينشأ من أحداث ماضية حاجة حدثت في الماضي وسيتم تأكيده عن طريق وقوع أو عدم وقوع حدث مستقبلي غير مؤكد يعني إيه؟ يعني أنا النهاردة نفترض أنه في بيني وبين شركة أننا لازم أورض لها بضاعة في تواريخ معينة وحصل ظرف قهري ما خلنيش ألتزم بهذا المعدو فيه شرط جزائي فقال لي إدفع شرط الجزائي قلت له لا ده فيه حدث قهري حصل لا من حقنا لا مش من حقنا راح رفع علي قضية يبقى ده التزام ممكن ممكن ليه؟ لأنه من الممكن أن القاضي يحكم لي أو يحكم له بناء على إيه؟ بناء على تقدير هذا الظرف القهري اللي منعني من إتمام هذا العقد يبقى الحدث الماضي هو عملية العقد اللي بيني وبينك نتيجة مثلا بيع أو شراء أي أن كان طبعا عملية البيع وفي الحالة دي أنا ما التزمتش بيه علشان واحد اثنين ثلاثة طب إيه هو وقوع أو عدم وقوع الحدث المستقبلي؟ الآضي هيحكم بإيه؟ ده غير مؤكد والذي لا يكون بأكمله تحت سيطرة المنشأة طبعا هذا الحدث غير بالكامل أو بالتأكيد مش تحت سيطرة المنشأة أو هو التزام حالي على المنشأة لا يتم الاعتراف به لافتقاده شروط أو واحد من شروط الاعتراف النمر واحد من غير المتوقع سدد تتفقات لتسويت هذا الالتزام واحد من الموظفين رافع علي قضية لأي سبب من الأسباب عشان تعويض عشان حصل كذا كذا وفي أول درجة تحكمله لكن أنا متأكد إن إحنا في بعض الأخطاء اللي حصلت ما قدمناش الورق في الميعاد مش عارف نسينا كذا 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 مش متوقعين إن إحنا نسدد أي تدفقات لتسويت هذا الالتزام يبقى ده بنسميه التزام إيه؟ التزام محتمل أو مش قادرين نقدر القيمة بموثوقية بضقة يعني مش قادرين بقى نقدر هو فعلا انتزام حلالة للمنشأ الشركة دي عليها إن هي هتدفع تعويض متأكد لأن إحنا مثلا خرقنا شروط البيئة مثلا وفي في البيئة غرامات مثلا من مئة ألف المليون طيب أنا هقدره إزاي؟ آه هندفع صحيح من الممكن أدفع مية وممكن الممكن أدفع مليون مش قادر أقيس هذه القيمة بضقة أو بموثوقية وبالتالي إحنا في الحالة دي بنفسح في الإضاحات المتممة عن هذه الالتزامات المحتملة أما الالتزامات اللي بتخص المنشأة المقتنية عند تجميع الأعمال فنعترف بيها كالتزام طيب يبقى في كل الأحوال إن إحنا بنفسح في الإضاحات المتممة عن الالتزامات المحتملة اللي إحنا قلنا شروط الاعتراف بها لا تتوافر أو فقدنا واحد من شروط الاعتراف أو إنه الحدث دوت من الممكن إنه يترتب عليه سداد تدفقات لتسويطها للإضاحات أو أو إلى آخر طيب ده بالنسبة لمن؟ بالنسبة للالتزامات المحتملة طيب إيه هو الفرق بين المخصصات والالتزامات المحتملة عشان بس إيه نوضح كده الأمور تبقى في زهننا إيه الفرق بين المخصصات وما بين الالتزامات المحتملة أول حاجة المخصص التزام حالي أنا عليّ دلوقتي التزام سواء كان التزام ده اتفقنا مع بعض لو كم شكل؟ لو شكلين؟ لو كم شكل؟ قانوني أو حكمي التزام حالي بعقد أو بتشريع أو بسياسة المنشأة حطيتها على نفسها زي سياسة مرضوضات المشترعات مثلاً التزام حالي على المنشأة نتيجة حدث في الماضي عملية البيع أو عملية إن فيه بين الآخرين قضايا أو الآخر عدم التزام بالعقد إلى آخره يترتب عليه أن يكون هناك تضافق خارج لتسويته الحاجة التانية في المخصصات يتم تقدير قيمته بموثوقية أقدر أثق في التقدير اللي أنت قلته وبالتالي دي نقطة مهمة جداً علشان أعترف بهذا المخصص ضمن الالتزامات أما الالتزامات المحتملة اللي احنا اتفقنا مع بعض إنها معملهاش مخصص ولكن بأفصح عنها التزامات غير مؤكدة نتيجة برضو حدث في الماضي قد قد فينها احتمالية لكن هناك درجة كبيرة متوقع أنك أنت تدفع فلوس أو علشان تسويه لابده أن يكون هناك تضافق خارج أو منافع هتضحي به يبقى هنا التزام غير مؤكد نتيجة حدث في الماضي القضية منظورة وأنا متوقع كذا أو نزاع ضريبي بينك وبين مصلحة الضرائب والوعاء ده غير محدد بدرجة عالية وفيه اختلاف بين أو هو التزام حالي بالفعل لكن لا يتوافر له شروط أو فقد أحد شروط الاعتراف اللي احنا قلناها فقد أحد شروط الاعتراف هو فعلا التزام حالي علي لكن فقد أحد شروط الاعتراف اللي احنا قلناها اللي هي ايه؟ أنه هو مثلا قيمته مش قادر أقدرها بدرجة يعتمد عليها وبالتالي بنشوف أن القيمة دي نفسه عنها ولا يتم اعتبرها ضمن المخصصات يبقى ده الفرق ما بين المخصصات وما بين الالتزامات المحتملة في هذا الاتجاه طيب العنصر التالت اللي عايزين نتكلم عليه النهاردة قبل ما نخش بقى في الحالات العملية المختلفة هي الأصول المحتملة طبعا المنشأة لا تعترف بالأصول المحتملة كأصل ايه هي أولا أصول المحتملة؟ الأصل المحتمل هو أصل ممكن أن ينشأ من أحداث ماضية سيتم تأكيده عن طريق وقوع أو عدم وقوع حدث مستقبلي غير مؤكد والذي لا يكون بأكمله تحت سيطرة المنشأة أنا بقى العكس هنا أنا لرافع قضية أنا رافع قضية على طرف آخر لم يلتزم بعقده معايا لأسباب هو من نجة نظره شايفة أسباب منطقية فقولت له والله إدفع قيمة تعويض معينة قال لي لا مش هدفع روحنا المحكمة هل أنا من الممكن هذه القيمة اللي في العقد أثبتها كأصل؟ لا ده أصل محتمل ليه؟ لأنه سيطرتي عليه محدودة خالص مش أنا اللي بقول المحكمة اللي هتقول يا ترى أنا ليا حق أو مليش إذا كان ليا حق هتحكم لي بهذه القيمة مليش خلاص وبالتالي المنشأة لا تعترف بالأصول المحتملة دي ضمن الأصول ولكن سنفسح عنها في الإضاحات المتممة بشكل مختصر باعتبار أنه من المتوقع من الممكن أن يجلنا تدفق نقدي داخل أو تدفق داخل في نهاية الفترة ضمن أو في الإضاحات المرفقة بالقوائم الملي يبقى إذن العنصر اللي بعد كده اللي هو الأصول المحتملة أصول من الممكن أن تنشأ من حدث ماضي ومع ذلك سنفسح عنها في الإضاحات المتممة عندما يكون ذلك مناسبا طيب وبشكل مختصر زي ما قلت تعالوا بينا بقى لو التدفق النقد الداخل دي الحاجة الأخيرة بقى لنتكلم عليها لو التدفق النقد الداخل ده شبه مؤكد آي خلاص ده أنا هتحكم لي حكم خلاص وقد يكون الحكم ده حكم نهاية أو حكم شبه مؤكد بس في تفاصيل لي إنه محجوز للحكمة أو الحكم كذا أو في استئناف أو في حددت للتعويض من إلى وهنقول لك بالضبط كام هنا ما بقاش أصل محتمل ودي حاجة بديهية ده بقى أصل ليه؟ لأنه أخدت أنا حكم بهذه التعويضات اللازمة طيب تعالوا بينا ناخد الحالات التطبيقية المختلفة اللي ممكن تقابلني في هذا الاتجاه وكيف يمكن معالجتها في ضوء الكلام اللي قلناه نشوف كده احتمالات مختلفة نبدأ بحالات بسيطة ثم نبدأ نخش في حالات أعمق شوي الحالة التطبيقية الأولينية بيقولك إيه؟ بناء على تدهور إنتاجية أحد القطاعات في مصنع كريستال صفور نتيجة لمنافسة الإنتاج الصيني لقطاع الأباجورات كلنا عارفين في فترة من الفترات طبعا وما زال أن الإنتاج الصيني غزى السوق وبأسعار تقريبا لو أنت حسبت التكلفة بتاعتك تساوي التكلفة فقال لك فيه واحد مصنع بينتج هذه الأباجورات فأمن المتوقع تحقيق خسائر التشغيلية لهذا القطاع للفترات المقبلة تقدر بمليون ومتين ألف جنيه الراجل مش هيقدر يوقف ده لكنه يعني أنه ده فيه ناس شغالة وفيه عنده عملة وفيه عقود للتصدير وإلى آخره لكن طالما أنه هو ملتزم بهذه العقود لما الإنتاج الصيني نزل متوقع أن يحقق خسائر تشغيلية لهذا القطاع اللي عنده قدرت بمليون ومتين ألف جنيه إيه رأيك في تخوين مخصص لتصوية هذه الخسائر المتوقعة؟ إيه المقياس اللي إحنا هنقيس عليه؟ المقياس اللي إحنا هنقيس عليه هو شروط الاعتراف بالمخصص شروط الاعتراف بهذا الالتزام هل من الممكن أننا أكون مخصص بالمليون ومتين ألف على الخسائر التشغيلية المتوقعة لقطاع الأباجرات في مصنع صور؟ ولا لا هل في حدث في الماضي أدى إلى وجود التزام على المنشأة؟ ولا لا فين الحدث اللي في الماضي؟ ما فيش فين الالتزام الحالي على المنشأة بسداد التطفقات؟ ما فيش يبقى إذن لا يمكن الاعتراف يبقى لا يجوز في هذه الحالة الاعتراف بمخصصات لمواجهة خسائر التشغيل المستقبلية أنت متوقع أن الخسائر التشغيلية المستقبلية دي أتوقع مليون ومتين ألف جنيه كذا 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 طيب فين الحدث اللي في الماضي؟ لا يوجد حدث في الماضي فين الالتزام على المنشأة؟ بسداد هذا الحدث اللي حصل حدث نشأ عنه الالتزام هسدد هذا الالتزام لا يوجد إذن لا ينطبق عليها تعريف المخصصات ولا يجوز تكوين مخصص لتسويت هذه الخسائر المتوقعة ليه؟ الخسائر التشغيلية المستقبلية لا يجوز الاعتراف بها لافتقادها الشروط المتوقعة للالتزامات طيب نشوف الحالة رقم اتنين بيقول لي إيه في الحالة رقم اتنين؟ تقوم شركة البويات المصرية بصرف مخلفات الانتاج في أحد المصارف القريبة من مصانع الشركة فهل يتم تكوين مخصص لمواجهة الالتزامات المتوقعة؟ أم الانتظار حتى إثبات المخالفة من الجهات المختصة؟ الشركة دي بتصرف مخلفاتها في مصرف قريب من مصانع الشركة زي كتير من الشركات فهل أنا أكون مخصص لمواجهة الالتزامات المتوقعة؟ ولا أستنى لما يتم إثبات المخالفة من الجهة المختصة؟ وأبتري أكون المخصص السؤال هل في وجود فيه هنا تشريع؟ في قانون بيقول لي والله لو أنت صرفت هتدفع غرامة أو مخالفة قد كده؟ لو فيه أكون مخصص طيب لو ما فيش أنا ممكن أكون مخصص لو فيه سياسة داخلية في المنشأة بتقول لي أن أنا علي التزام بالحفاظ على البيئة وأنني مش هعمل كذا وكذا وكذا في الحالة دي برضو هكون مخصص أي يعني في الحالتين؟ آه من الممكن بقى في الحالة التالتة أن أنا ما أكونش لو أنا خلاص أنا ما فيش أي حاجة يبقى هنا لو فيه تشريع أو قانون يبقى ده التزام قانوني بيقول لي والله يبقى أكون مخصص لمواجهة الالتزامات المتوقعة فيه تشريع أو قانون الدولة حطاه طيب ما فيش تشريع أو قانون لكن فيه التزام حكمي أنا ليه سياسة أو قواعد أن أنا ملوس البيئة ففي الحالة دي أن أنا أحافظ على البيئة في الحالة دي أكون مخصص طيب لا فيه تشريع أو قانون ولا فيه التزام حكمي لا يعني أنا فيه قواعد الأساسية في الشركة مش آي لهذه المعلومة رغم أن المفروض طبعا شركات اللي هي بتلوس البيئة زي شركات الأسمنت والأدوية وإلى آخره بيبقى من ضمن سياستها هذه السياسة يبقى في الحالة دي مش هتكون مخصص لكن بصفة عامة يعني بنسبة 99% بيكون عندها انه ملتزمة بالمحافظة على البيئة وإلى آخر التشيعة وقانون يبقى هتكون مخصص لو أنا ما عنديش مخصص لكن عندي التزام حكمي نتيجة سياسة موجودة في المنشأة بالحفاظ على البيئة أيضا هتكون المخصص يبقى دي كده صفة عامة حالات تتعلق بهذا الأمر الحالة التانية بيقول لي ايه في 30 عشرة 2018 صدر حكم صدر ضد المنشأة بتاعتي حكم قضائي أول درجة بسداد تعويض قدره 800 ألف جنيه نتيجة عدم الالتزام بشروط توريد بضائع لإحدى الجهات المتعاقدة مع المنشأة لظروف اقتصادية مرت بها المنشأة وتعتزم الشركة استئناف الحكم تناول بالشرح والتحليل كيفية معالجة تأثير هذا الحكم على المنشأة ماليا من خلال إعداد قيود التسوية اللازمة لإثبات ذلك طيب في الحالة دية أنا في عندي التزام حالي ما شكده؟ اللي هو ايه؟ إنه في عندي التزام إنه أسدد تعويض قدره 800 ألف جنيه نتيجة حدث ماضي اللي هو ايه؟ إن أنا بعت بضاعة وعملت عقد وما قدرتش ألتزم بشروط توريد البضاعة لإحدى الجهات المتعاقدة عليه متوقع إن أنا أسدد هذه الالتزامات صحيح هستأنف ممكن يكون أقل شوية وبعد مع الشؤون القانونية وبنحدد هل المبلغ ده هيندفع؟ هيندفع القيمة كام؟ القيمة كذا؟ وصلنا إلى إن هذه القيمة هي القيمة المتوقعة سدد إبن كون مخصص بالكام بالـ 800 ألف جنيه اللي هي خسارة تعويضات قضائية إلى حساب مخصص تعويضات تحت التسوية وبقي هنا في الحالة دي شروط الاعتراف بالالتزام موجودة الشروط الثلاثة إنه في قيمة مقدرة بدرجة موثوق بها ده حكم المحكمة مش حكمي والحكم الآخر الحاجة التانية إنه دوت التزام حالي على المنشأة إن أنا أسدد 800 ألف نتيجة حدث في الماضي عدم التزام بشروط توريد البضائع لأحدى الجهات المتعقدة عليها يبقى ده الشرط التاني اللي إحنا قلنا عليه ومن المتوقع إن أنا أحول هذه المبالغ لهذه الشركة يبقى في الحالة دي بنعمل إيه؟ بنكون هذا المخصص يبقى بصدور الحكم القضائي أصبح على المنشأة التزام يتوافر له كافة الشروط اللي إحنا قلناها الشروط التلاتة اللي إعتراف بهذا الالتزام ضمن الالتزامات بتاعتي لتكوين مخصص في 31-12 كما يلي يبقى القيد المحاسبة بتاعي يكون إيه؟ 800 ألف خسار التعويضات قضائية 800 ألف إلى حساب مخصص تعويضات تحت التسوية يبقى معنى ذلك إنه طب ليه تحت التسوية؟ لإنه ما بقاش الحكم نهائي لو حكم نهائي ما بقاش إيه؟ خلاص بقى التزام على المنشأة مؤكد وإلى آخره هي مرتبطة بيها لكن النهاردة من المتوقع إن أنا هرفع قضية وممكن يعني الناس بيقول هنحاول بقدر الإمكان إن إحنا نخفض قيمة التعويض لكن العقد كان واضح والشروط واضحة وإحنا ما التزمناش لأسباب أو لأخرى أي أن كانت هذه الأسباب ما تعثر مالي إلى آخره ولكن في النهاية إحنا ملزمين بسداد هذه القيمة من وجهة نظرنا ده لما رجعت للشؤون القانونية طبعا والمسؤولين والمتخصصين في هذا الأمر وفي هذا المجال طيب تعالوا نشوف مع بعض الحالة رقم ثلاثة الحالة الطبية الثلاثة دي بيقول لي إيه بيقول لي بلغت مبيعات شركة كريازي من الثلاجات خلال عام 2018 قيمة مقدرها 10 مليون جنيه وبضمان ثلاث سنوات يبقى هنا القيمة الزمنية للنقود لها اعتبار ومن واقع الخبرة السابقة فإن 90% من المنتجات المباعة لا تحتاج لاستخدام الضمان تمام؟ 90% مش محتاجة تمام 6% بس من المنتجات المباعة تحتاج لصيانة وإصلاح بـ 30% من سعر البيع و 4% تحتاج إلى إصلاح جوهري بـ 70% من سعر المنتج ومن المتوقع أن تقسم تكلفة الضمان لمبيعات 2018 على الثلاث سنين كما يلي في 2019 يبقى 60% منها يعني أنت الضمان لما يطلع لك طلع مثلاً 100 ألف يبقى في 2019 هنستخدم 60% منه في 2020 هنستخدم 30% منه في 2021 هنستخدم 10% منه يبقى كده استخدمنا الضمان بالكامل اللي هو 100% بين المعالجة المحاسبية السليمة لما تقدم آخذاً في الاعتبار تغير القيمة الزمنية للنقود علماً بأن أسعار الفائدة على السندات الحكومية 6% لسندات استحقاق عام و 7% سندات استحقاق عامين أو 3 اللي هو ده سعر الخصم المناسب في هذه الحالة طيب في الحالة دي بنعمل إيه في الحالة دي طبعاً بناخد في اعتبارنا القيمة الزمنية للنقود قبل ما نبتدي نشتغل في هذه الحالة بتفصيلاتها لازم ناخد في اعتبارنا حاجتين الحاجة الأولانية إنه عشان لما نيجي بقى نحل كده تركز معايا إن إحنا هنطلع في هذه الحالة وهنثبت القيمة الحالية للمخصص وفي القيمة النقدية للمخصص والفرق هنعتبره تكلفة تمويلية والفرق هنعتبره تكلفة تمويلية فهو بيقول لي إيه بلغت المبيعات عشرة مليون جنيه بضمان ثلاث سنوات تسعين في المية لا يحتاج لاستخدام الضمان وستة في المية بس من المنتجات المباعة يعني قد إيه يعني عشرة مليون في ستة في المية دي اللي هتحتاج للصيانة بقد إيه يا سيدي العشرة مليون في ستة في المية هتحتاج تلاتين في المية من سعر البيع يبقى أخذ العشرة مليون قيمة المخصص في ستة في المية اللي تحتاج للصيانة والقيمة كام تلاتين في المية من سعر البيع منت العشرة مليون ده قيمة المبيعات كلها في ستة في المية في تلاتين في المية زائد و 4% من هذه المبيعات تحتاج الى اصلاح جوهري بكم ب 70% من سعر المنتج اكلفني 70% من سعر المنتج يبقى اخد زائد ال 10 مليون اضربه في 4% في كام في 70% يطلع لي قيمة المخصص مرة تانية ركز معاي بقى لك ايه ايه ان قيمة المبيعات 10 مليون 90% ما بيحتاجش سيونة قطر خيرك طب العشرة في المية البائيين انظمهم مدهم ليش بلك واحد العشرة في المية البائيين قسمهم جزئين 6% منهم يحتاج للسيونة ب 30% من سعر البيع يبقى اضرب 10 مليون في 6% في 30% اطلع لي رقم طيب زائد و 4% منها من العشرة مليون يبقى اضرب 10 مليون في 4% تحتاج الى اصلاح جوهري ب 70% من سعر المنتج يبقى لما اضربت العشرة مليون في 4% اطلع لي القيمة المبيعات اللي بتاعة الـ 4% اضرب في كام في 70% يبقى زائد 10 مليون في 4% في 70% يطلع لي مخصص الضمان عن الفترة بالكامل دا المخصص دا بالقيمة الحالية ولا بالقيمة النقدية دا مخصص الضمان عن فترة الضمان بالكامل اللي هي الثلاث سنين بانهي قيمة بالقيمة النقدية يبقى لازم نحولها الى القيمة الحالية ونسبتها بالقيمة الحالية علشان وفقاً لكلام بتاع المعيار طيب طلعت لي قيمة معينة هقسمها بقى على السنوات 2019-60% 2020-30% 2021-10% هنبين هذه المعالجة اخذاً في الاعتبار القيمة الزمانية للنقود علماً بان اصعار الفائدة على السندات الحكومية 6% لسندات استحقاق عام و7% لسندات استحقاق عامين او ثلاثة يمكن تبقى مثلاً 7% عامين و8% لثلاثة يعني يبقى الديني ثلاثة معدلات للخاص لان وفقاً للمعيار او القسم ده في المعيار قالك اذا كان القيمة الزمانية للنقود لها تأثير عليك انك تثبت بالقيمة الحالية وتعتبر الفرق بين القيمة النقدية والقيمة الحالية بمثابة تكلفة تمويلية تحمل على الفترة الخاصة بها طب تعالوا بينا بقى نشوف الحل ده هيمشي معانا ازاي طيب الكلام اللي احنا لسا قيلينه دلوقتي نطبقه عملياً بقى على الحالة بتاعتنا فقلنا ايه قيمة مخصص ضمان المبيعات عن فترة الضمان اتفقنا مع بعض انه قال لي 6% بس من المبيعات هتحتاج 30% قيمة 30% من قيمة السلع يبقى اذا اضرب العشرة مليون جنيه في 6% تطلع للقيمة اللي محتاجة تحتاج قديه اصلاح 30% من قيمته يبقى عشرة مليون في 6% في 30% تطلع لي 180 الف جنيه والاربع في المية من قيمة المبيعات تحتاج الى اصلاح بما قيمته 70% من قيمة المبيعات ماشي الحال من قيمة ايه مبيعات من الاربع في المية يبقى العشرة مليون في 4% في 70% القيمة دي هتطلع لي كام هتطلع لي 280 الف جنيه يبقى اذا مخصص الضمان عن الفترة بالكامل اللي هي الثلاث سنوات طبعا احنا هنضمن السلع بتاعتنا دي ثلاث سنين 19 و21 و21 يبقى عبارة عن كام 180 الف زائد 280 الف بتساوي 460 الف جنيه ده بالنسبة لايه بالنسبة للقيمة النقدية هو اللي يخد بالك اخذن في الاعتبار القيمة الزمنية للنقود ودي الحالة اللي بتغيب عن معظم شركتنا ومؤسساتنا ان احنا مش بناخد في الاعتبار موضوع القيمة الزمنية للنقود رغم ان المعايير اقرتها سواء المعايير المحلية او الدولية انك يجب انك تاخد في اعتبارك هذه القيمة بنعتمد في ذلك بقى على ايه؟ بنعتمد في ذلك على جداول القيمة الحالية هو قالك معدل الخصم بالنسبة للسنة الوحدة 6% لسنتين او 3 7% يبقى هنجيب جداول القيمة الحالية جدول القيمة الحالية لو اي حد فينا عندنا جدول للقيمة الحالية وان شاء الله نبقى نجيب لكم صورة لهذا الجدول ونشتغل بها مع بعض لكن هي جداول القيمة الحالية موجودة في اي كتاب من كتب الاحصة او التمويل عادي جدا فبيقول لي ايه؟ انا عادي جدا قال لي الربعمائة وستين الف جنيه دول الضمان عن كم سنة؟ عن ثلاث سنوات هو في الحالة بيقولك هنستخدم في السنة الاولى 60% من قيمة الضمان في السنة التانية 30% في السنة الثلاثة عشرة في المية يبقى انا اجي اعمل نفس الكلام يبقى السنة الاولى ربعمائة وستين الف جنيه في ستين في المية السنة التانية اللي هي 2020 ربعمائة وستين الف جنيه في تلاتين في المية والسنة التالتة ربعمائة وستين الف جنيه في عشرة في المية هتطلع لي زي ما قدامك هو بينا السنة الاولى يبقى هنا الضمان عن السنة الاولى النقدي ماتين ستة وسبعين الف جنيه وعن السنة التانية مية تمانية وتلاتين الف جنيه وعن السنة التالتة ستة واربعين الف جنيه المجموع الكل يطلع ربعمائة وستين الف جنيه ده إيه؟ ده اللي هندفعه نقداً ونفترض أنه بالفعل وده طبعاً حالة مش الطبيعية لكن ده حالة تدريبية فقط أنه فعلاً كل سنة السنة الأولى كانت 276 السنة الثانية 138 السنة الثالثة 46 عشان نكمل بس الفكرة نفسها أنه يهمني الفكرة وقال لي أن معدل الخصم في السنة الأولى 6% وللسنتين التانية والثالثة 7% أنا بعمل إيه؟ بروح لجداول القيمة الحالية يبقى هنا عن الفترة مقدرها فترة واحدة ومعدل الخصم 6% أشوف معامل الخصم كام يبقى بروح لجداول القيمة الحالية عام واحد يبقى البروت أو الفترة واحد وبمشي ده أفقي وبمشي رأسي لغاية موصل لمعدل الخصم 6% هلاقي أن معامل الخصم سنة مع معدل 6% هيطلع لي فصلة 943 من ألف 943 من ألف يبقى أضرب 276 ألف جنيه في 943 من ألف تطلع لي 260 ألف 268 يعني 276 ألف جنيه بعد سنة تساوي النهاردة 260 ألف 268 ما تم ما تم بالنسبة لي السنة الأولى هيتم بالنسبة للسنة التانية والسنة التالتة تعالوا مع بعض السنة التانية بـ 30% يبقى أضرب الربعمية وستين ألف جنيه ضمانها 30% تطلع لي 138 ألف جنيه طب معدل الخصم بتاعي كام 7% يبقى أروح على جداول القيمة الحالية 7% طب الفترة هنا أدي إيه سنة ولا سنتين بالسنة التانية يبقى سنتين يبقى أنزل عند الفترات رقم 2 وامشي بالعرض لغاية ما وصل لي معدل 7% هلاقي معدل 7% عند فترة السنتين 873 من ألف أروحات معامل الخصم 873 من ألف نضرب 138 ألف في 873 من ألف هيطلع لك القيمة الحالية 120 ألف 474 جنيه يعني 138 ألف هتفحهم بعد سنتين بمعدل خصم 7% القيمة الحالية لهم النهاردة هي 120 ألف 474 يعني يجي لسنة 2021 أي اللي أن قيمة الضمان هنا 10% بس يبقى ربا 160 ألف أضربها في 10% تطلع 46 ألف جنيه 46 ألف جنيه معدل الخصم أي اللي 7 لو قال لي 8 كنت همشي على 8 لو قال لي 9 كنت همشي على 9 بس هو قال لي 7 يبقى معدل الخصم يبقى معدل الخصم 7% ده طبعا بنشوف في هذه السنوات متوقع أن معدل الفايدة لو ده شيء متوقع هيكون أكتر ولا أقل وفقا لدراستنا وشغلنا بعد 3 سنوات متوقع أن معدل الخصم يكون كام يكون 7% يبقى ننزل للفترات الفترة 3 سنوات وامشي أفقي لغاية معدل 7% هيطلع لي 816 ألف أضرب الـ 46 ألف في 816 ألف تطلع 37 ألف 536 أجمع التلات عناصر دول اللي هو 260 ألف 268 زائد 120 ألف 474 زائد 37 ألف 536 هيطلع للقيمة 418 ألف 278 يبقى إذن دي القيمة الحالية لمخصص الضمان و مخصص الضمان النقدي إحنا مطلعين 460 ألف يبقى هناك تكلفة تمويلية مقدرها كام مقدرها 417 مقدرها 41 ألف 722 جنيه 41 ألف 722 تخص الثلاث سنوات طب السنة الأولى كام والتانية كام والتالتة كام بسيطة السنة الأولى هي الفرق ما بين 276 و 260 يعني في حدود 16 ألف طب السنة التانية هو الفرق ما بين 138 و 120 يعني في حدود 18 ألف مثلا طب السنة التالتة هي الفرق ما بين 46 و37 يعني في حدود كام 9000 مثلا يعني تقريبا أو أقل قليلا أنا بقولك بنت هي جزة يبقى التكلفة التمويلية للسنة الأولى هي الفرق ما بين المدفوعات النقدية للسنة الأولى اللي هي 276 ألف جنيه والقيمة الحالية للسنة الأولى اللي هي 260.268 طيب والتكلفة التمويلية للسنة التانية هي الفرق ما بين 138 ألف جنيه اللي هي المدفوعات النقدية للسنة التانية و120.474 اللي هي القيمة الحالية للسنة التانية والسنة التالتة كمثل 46 ألف جنيه والفرق ما بينها وما بين سبعة وتلاتين ألف خمسمية ستة وتلاتين التلاتة دول لو طلعت مجموحهم لازم مجموحهم يطلع لك كام يطلع لك واحد واربعين ألف سبعمية اثنين وعشرين طيب وطالب ان انا اعمل القيد المحاسبي واذا افترضنا ان القيمة دية موجودة خلاص وهي نفس القيمة المسددة يعني احنا سددنا في سنة ساعتاشر ستة وسبعين وفي سنة عشرين مية تمانية وتلاتين وفي سنة واحد وعشرين سددنا ستة واربعين القيد هيكون ازاي طبعا احنا هنسجل الاول بالقيمة الحالية ايه هو كام الوراء ربعونية وتمنتاشر ده المعيار بيقول لي كده يبقى لما تيجي تسجل بالقيمة الحالية هتقول ايه هتقول ربعونية وتمنتاشر متين تمانية وسبعين من مصروف ضمان الى مخصص ضمان ده اول قيد احنا بس هنقوله كده ان الارقام قدامنا وبعد كده نشوف العملية متسجلة ازاي يبقى هنسجل بالايه بالقيمة الحالية ده مصروف ضمان يبقى ربعونية وتمنتاشر متين تمانية وسبعين من حساب مصروف الضمان الى حساب مخصص الضمان بربعونية وتمنتاشر متين تمانية وسبعين طيب التكلفة التمويلية للسنة الاولى بتكون كام عشان نسبتها يبقى بشكل طبيعي هنسبت السنة الاولى اللي هي اتفقنا ههو الفرق ما بين متين ستة وسبعين الف ناقص متين وستين الف متين تمانية وستين تطلع 15732 15732 دي هنعتبرها مصروفات تمويلية زي ما قال لي المعيار يبقى 15732 من حساب مصروفات تمويلية هتزود بهم مخصص الضمان ليه؟ لأنه في النهاية اللي بيتصرف هو 276 ألف لكن أنا أثبت أن المخصص وفقا للقيمة الحالية النهاردة يعادل بس 418 ألف يخصه كتكاليف تمويلية عن السنة دي 15732 يبقى 15732 من حساب مصروف تمويلية أو مصروفات تمويلية 15732 إلى حساب مخصص الضمان أزود مخصص الضمان بهذه القيمة طيب إحنا صرفنا كام؟ نفترض إن إحنا صرفنا الـ 276 بالفعل يبقى 276 ألف من حساب مخصص الضمان 276 ألف إلى حساب النقدية أو المخزون إلى آخره تمام؟ يبقى مرة تانية نقرر بس الحتة دي لإن هي هتبقى سيستيماتيك للسنة عشرين وسنة واحد وعشرين إيه يا عم الحكاية؟ أول حاجة إن القيمة الحالية لمصروف الضمان تعادل كام؟ تعادل 418 ألف متين تمانية وسبعين اللي إحنا نطلعناها أهيه دي القيمة الحالية 418 ألف متين تمانية وسبعين يبقى هنعمل القيد بالكام بالـ 418 متين تمانية وسبعين من حساب مصروف الضمان 418 متين تمانية وسبعين إلى حساب مخصص الضمان دي رقم واحد كويس طيب في السنة دي المصروفات التمولية اللي تخصه كام؟ المصروفات التمولية اللي تخص هذه السنة هي الفرق ما بين 276 ألف و 260 ألف الفرق ما بين 276 ألف و 260 ألف متين تمانية وسبعين طلعناها مع بعض 15732 يبقى دي هنزود مخصص الضمان بهذه القيمة على اعتبار اللي هندفعه مش القيمة الحالية هندفع 276 بالفعل يبقى إذا نلقيت بتاعك 15732 من حساب مصروفات التمولية 15732 إلى حساب مخصص الضمان يبقى لتنين مجموحهم يديني 276 ألف بالفعل إحنا بقى صرفنا 276 ألف في الضمان بتاع سنة 2019 يبقى القيد المحاساب بتاعي 276 ألف من حساب مخصص الضمان 276 ألف إلى حساب النقدية أو المخزون بحسب الأحوال طيب وسنة 2021 نفس الكلام بس هنا مش هنعمل القيد الأولاني اللي هو بتاعي من المصروف للمخصص هنزود بس المخصص من المصروفات التمولية للمخصص ثم من المخصص إلى المخصص تعالوا بينا نشوف الحال بتاع هذه الحالة العملية ونرجع نتكلم تاكي يلا بينا بقى نشوف قيودي اليومية اللازمة طبعا تفقنا مع بعض في عام 2018 هتطلع نسبة الضمان بالقيمة الحالية اللي هو 418 ألف ومتين تمانية وسبعين يبقى القيد بتاعي 418 ألف ومتين تمانية وسبعين حساب مصروف الضمان 418 ألف ومتين تمانية وسبعين حساب مخصص الضمان ده حسبنا في سنة البيع قيمة مصروف الضمان بالقيمة الحالية هنيجي في سنة 2019 في 2019 هنيجي في نهاية الفترة عادي جدا بنعمل القيد المحاسابي المتعلق بالمصروفات التمولية المصروفات التمولية عندك عبارة عن إيه؟ عبارة عن الفرق ما بين 276 ألف و 260 ألف ومتين تمانية وستين إيه هما؟ هما الفرق ما بين القيمة النقدية والقيمة الحالية للضمان عن عام 2019 تطلع لي بكام؟ تطلع لي ب15 ألف وسبعين وثلاثين يبقى القيد المحاسابي بتاعك 15 ألف وسبعين وثلاثين حساب مصروفات التمولية 15 ألف وسبعين وثلاثين حساب مخصص الضمان لو افترضنا أن في خلال هذه الفترة تم استيعاب كل مخصص الضمان يعني كل الناس اتقدمت بنفس القيمة بنفس المقدار اللي هو 276 ألف جنيه يبقى القيد المحاسابي بتاعك يبقى 276 ألف حساب مخصص الضمان 276 ألف حساب نقدية أو مخزون طبعاً لو أكتر من المخصص بي على طول بيتحمل كمصروفات تتعلق بالفترة يعني أدي 276 ألف هو كان 180 ألف أكتر من المخصص في الفترة دي إحنا بنعيد تعديل المخصص زي ما أنت شفت في نهاية كل فترة بحسب ما يترى ألانه لكن للتسهيل بنفترض أن القيمة عندك طلعت بال276 ألف يبقى القيد بتاعك 276 ألف من حساب مخصص الضمان 276 ألف إلى حساب النقدية أو المخصون ده بالنسبة لأول سنة طيب بالنسبة لتاني سنة برضو هنشوف المصفات التمولية زي ما هنت واضح كده المصفات التمولية بجيبها ازاي الفرق بين 138 ألف وال120 ألف 474 اللي هما بتوع 20-20 إيه 138 ألف؟ دي المدفوعات النقدية المتوقعة للضمان إيه المية وعشرين ألف 474 بالقيمة الحالية للمدفوعات النقدية لسنة 2020 الفرق فيما بينهما اللي هو 17 ألف خمسمائة وعشرين دي مصرفات التمولية يبقى معنى ذلك أننا بعمل القيد بالكام بـ 17 ألف خمسمائة وعشرين 17 ألف خمسمائة وعشرين من حساب مصرفات تمولية 17 ألف خمسمائة وعشرين حساب مخصص الضمان لو احنا تصورنا مع بعض أن هذا الضمان تم استيعابه بالكامل اللي هما 138 ألف يبقى القيد بتاعك 138 ألف من حساب مخصص الضمان 138 ألف الحساب النقدية أو المخزون ده في عام 2020 وكمثل في عام 2021 يبقى المصرفات التمولية بتاعتي كان من حساب مصرفات تمولية 46 ألف ناقص 37 536 تلعيت للقيمة اللي احنا عملنا بها القيد اللي هي 8464 القيد الأخير إنك بتعمل بمخصص اللي هو 46 ألف من مخصص الضمان لو القيمة النقدية بنفسها 46 ألف إلى حساب النقدية أو المخزون ده فيما يتعلق بهذا البند وكيفية معالجته في اللي عندي طيب شايف بقلنا غير حاجة واحدة بس نشوف الأثر بقى على القوائم المالية ومخصص الضمان والمعالجة بتاعة مخصص الضمان تعالوا بينا نعمل بقى حساب مخصص الضمان في عام 2019 عندك الرصيد 418 ألف ومتين تمانية وسبعين ده الرصيد اللي انت عملت به أو القيد في عام 2018 من حساب المصروف إلى حساب المخصص كويس أضفنا في عام 2019 مصروفات تمولية مقدارها 15 ألف سبعمية وثلاثين ودفعنا للضمان نقدية أو مخزون حسب الأحوال 276 ألف يبقى هنا 418 متين تمانية وسبعين زائد 15 سبعمية وثلاثين ناقص 276 هيطلع لك الرصيد 158 ألف وعشر ده لو افترضنا زي ما احنا اتفقنا انه هذا المخصص تم استيعابه بالكامل او تم استخدامه بالكامل هنيجي في 2020 رصيد اللي هو آخر 2019 اللي هو 158 مصروفات التنمولية بتاعتي 17 ألف وخمسمية وثلاثين دفعنا للضمان 138 ألف يبقى الباقي 37 ألف خمسمية ستة وثلاثين ده الرصيد نهاية 2020 ده المفروض اللي استخدمه في كامل في 21 الروح في سنة 21 يبقى عندي 37 ألف خمسمية ستة وثلاثين رصيد المصروفات التنمولية 8464 يبقى المجموعة ستة واربعين لو انت صرفت ستة واربعين ألف يبقى الرصيد بتاع الضمان هيكون صفر ده طبعا احنا ما حطناش في مبيعات سنة 2019 2020 2021 اللي حسابها يظل مفتوح ومتتالي لكن احنا بندي بس دي حالة تدريبية بحيث انك انت تبقى عارف كيفية التصرف في حالة ما اذا كان عندك ضمان لمدة زمانية طويلة فبناخد في الاعتبار القيمة الزمنية للنقود وبالتالي بنطبق او بنستخدم جداول القيمة الحالية والفرق ما بين القيمة النقدية والقيمة الحالية اعتبرها المشرع عبارة عن مصروفات تنمولية تحمل على الفترة المتعلقة به دي حالة عملي تعال نشور حالة عملية تانية اللي هي حالة عملية رقم 4 ونشوف القصة بتاعتنا هتمشي ازاي حيا الحالة دي حالة برضو ابسط من الحالة اللي احنا اخدناها المفوض ان انتو تشاركوني فيها لكن احنا هنشرحها مع بعض بالتفصيل بيقول لي ايه بيقول لي بلغت مبيعات شركة سامسونج من بيع شاشات الالي اي دي في مصر عام 2018 5 مليون ومتين الف جنيه وتضمن الشركة منتجاتها لمدة اربع سنوات وبناء على خبرة الشركة قدرت مصاريف الضمان المتوقع كما يلي في السنة الاولى تكلفة الضمان المتوقع اربعة في المية من قيمة المبيعات في السنة التانية في السنة التانية الايه سنة الضمان التانية 6 في المية من قيمة مبيعات في السنة التالتة 6 في المية في السنة الرابعة 10 في المية اي اللي معدل الفايدة للسنة الحكومية في السنة الاولى 10 في المية في السنة التانية 12 في المية في السنة التالتة 14 في المية في السنة الرابعة 15 في المية طلب منك تقدير مخصص الضمان اللازم لهذه المبيعات عن عام 2018 اخزا في الاعتبار تغير القيمة الزمنية للنقود طالما انه قال لي اخزا في الاعتبار تغير القيمة الزمنية للنقود تبقى العملية بسيطة جدا يبقى احنا اتفقنا مع بعض هو طالب هنا انك تقدر مخصص الضمان المتعلق بده احنا هنا بنقدرها بالقيمة الحالية يبقى ببساطة شديدة جدا هنعمل ايه 5 مليون و 200 ألف اضربها في 4% دي هتديني القيمة النقدية اضربها في معامل الخاص يبقى سنة عن سنة واحدة بمعدل 10% نشوف يطلع كيام معدل الخاص زائد 5 مليون و 200 ألف في 6% تطلع لقيمة معينة القيمة المعينة دي اضربها في معامل الخاص اللي هو سنتين بمعدل 12% ثم 5 مليون و 200 ألف في 6% وبعدين القيمة اللي هتطلع للقيمة النقدية عايزة حولها القيمة الحالية اضربها في 3 سنوات الفترات من جداور القيمة الحالية تقامش 3 سنين معدل الفائدة 14% يطلع لقيمة معينة زائد 5 مليون و 200 ألف في 10% واللي يطلع دي القيمة النقدية احولها القيمة حالية ازاي اشوف معامل الخاص 4 سنوات بمعدل كام 15% تطلع لقيمة معينة اجمع هذه العناصر الاربعة هذه القيمة الحالية الاربعة واعمل القيد المحاسابي بيها بهذا المجموع من حساب مصروف الضمان الى حساب مخصص الضمان تعالوا بينا نشوف الحل مع بعض كده ونشوف الخطوات اللي احنا عمل طيب انا عندي اربع سنوات للضمان السنة الاولى السنة التانية السنة التالتة السنة الربعة يبقى اذا اول سنة 5 مليون و 200 ألف اضرف 4% تطلع لميتين و 8 ألف في معامل الخاص اجيبه منين من جداول القيمة الحالية سنة بمعدل الخاص اللي هو ايلهولك في التمرين بتاعنا اوصل انه هو يطلع 90-91 يبقى طلع لي هذه القيمة واروح ايه واروح سابت والسنة التانية نفس الكلام 5 مليون و 200 ألف في 6% تطلع 312 ألف اضربها في معامل الخاص سنتين بالمعدل اللي هو ايلهولك والسنة التالتة برضو ايللي 6% يبقى 5 مليون و 200 ألف في 6% تطلع لي برضو 312 ألف معامل الخاص لتلاث سنوات بمعدل الخاص اللي ايلهولك والسنة الرابعة نفس الكلام اجمع القيم الحالية الاربع اللي هو 189 1093 زائد 248 726 زائد 210 1600 زائد 297 336 هتطلع للقيمة هنا 945 755 يبقى دي قيمة مخصص الضمان لمبيعات السنة دي اللي هي مبيعات عام 2018 وبعمل بيها القيد المحاسبي قيد المحاسبي اعمله بايه؟ من حساب مصروف الضمان 945 755 الى حساب مخصص الضمان 945 1075 وفيه تكاليف تمولية تحمل على كل فترة لما نيجي بقى في سنة السنوات المختلفة الاولى والتانية والتالتة والربعة هي الفرق ما بين القيمة النقدية لمصروف الضمان والقيمة الحالية له لكل سنة من السنوات وتحمل على الفترة يبقى دي نفس الفكرة اللي احنا لسه قيلناها حالا بس ايه؟ عملنا على حاجة مبسطة شوية بتعلق بمبيعات شاشات طيب نشوف الحالة رقم خمسة بيقول لي ايه؟ بيقول لي فيما يلي اللي هو مديني الحالة رقم خمسة دي متعلقة بايه؟ متعلقة بشركة بتبيع ساعات بيقول لي فيما يلي بيانات شركة الساعات العالمية عن مبيعاتها لعام 2018 وتضمن الشركة منتجتها لمدة سنة سعر بيع الساعة خمسمائة جنيه وبناء على خبرة الشركة قدرة مصاريف الضمان المتوقعة كما يلي قيمة المبيعات في هذه السنة خمسين مليون جنيه التكلفة المقدرة لضمان المبيعات كنسبة من حجم المبيعات قال لك واحد في المية من الساعات من الساعات تحتاج ضمان خمسين جنيه وربع في المية من الساعات خمسة وعشرين من مية في المية من الساعات لربع في المية من الساعات تحتاج ضمان بمية جنيه بيان القيود المحاسبية اللازمة لتسوية هذه الحالة مبينا الأثر على القوائم المالية علما بأن مصروفات الصيانة المدفوعة عام 2019 بلغت 70 ألف جنيه طيب هنا لما حسب ما حسبها ليش كقيمة من المبيعات ده المعدل التقليدي أو الشكل التقليدي وقال لي 1% من الساعات مش 1% من قيمة الساعات مش 1% من المبيعات مثلا من الساعة يعني 1% من الساعات يبقى أنا الأول لازم أطلع عدد الساعات مبيعاتنا كام؟ مبيعاتنا مع بعضين 50 مليون جنيه فيش مشكلة مبيعاتنا 50 مليون جنيه سمها على كام؟ سمها على 500 تطلع لي 100 ألف ساعة عدد الساعات 100 ألف ساعة يبقى المئة ألف ساعة قال لك 1% منهم تحتاج 50 جنيه يبقى أضرب 100 ألف في 1% في 50 زائد ربع في المية منهم يبقى 100 ألف في ربع في المية في مية هنا ما قال لكشي خد القيمة الزمنية في الاعتبار خلص يبقى المخصص بهذه القيمة مرة تانية كنت بالك أيه اللي في الحالة العملية دي؟ بيقول لك التكلفة المقدرة لضمان المبيعات كنسبة من حجم المبيعات 1% من الساعات تحتاج ضمان 50 جنيه ربع في المية من الساعات تحتاج ضمان 100 جنيه باين أو طالب مني بيان القيود المحاسبية اللازمة لتسويت هذه الحالة مبيناً الأثر على القوائم المالية علماً بأن مصروفات الصيانة المدفوعة عام 2017 بلغت 70 ألف جنيه يبقى في الحالة دي بنحول القيمة إلى حجم قيمة المبيعات 50 مليون جنيه أقسمها على سعر بيع الساعة 500 طلعت لي 100 ألف ساعة ومش أيل لك نأخذ القيمة الزمنية للنقود لأنه ضمنها سنة وحدة وبالتالي أعمل إيه بقى؟ أحسب هذه القيمة 100 ألف في 1 في المية في 50 زائد 100 ألف في 25 من 100 في المية في 100 تبقى أنا طلعت لي هنا إيه؟ طلعت لي قيمة الضمان نبص الحالة بقى وبعدين بيقول لي يعني في النهاية إن إحنا دفعنا مصروفات 70 ألف في هذه السنة وبين للأثر على القوائم المالية واللي إحنا نعمل يلا بينا بقى نشوف قيودي اليومية اللازمة طبعا دفعنا مع بعض في عام 2018 هتطلع نسبة الضمان بالقيمة الحالية اللي هو 418 ألف 278 يبقى القيد بتاعي 418 ألف 278 حساب مصروف الضمان 418 ألف 278 حساب مخصص الضمان ده حسبنا في سنة البيع قيمة مصروف الضمان بالقيمة الحالية هنيجي في سنة 2019 في 2019 هنيجي في نهاية الفترة عادي جدا بنعمل القيد المحاسابي المتعلق بالمصروفات التمويلية المصروفات التمويلية عندك عبارة عن إيه عبارة عن الفرق ما بين 276 ألف و 260 ألف 268 إيه هما هما الفرق ما بين القيمة النقدية والقيمة الحالية للضمان عن عام 2019 تطلع لي بكام تطلع لي ب15732 يبقى القيد المحاسابي بتاعك 15732 حساب مصروفات تمويلية 15732 حساب مخصص الضمان لو افترضنا أن في خلال هذه الفترة تم استيعاب كل مخصص الضمان يعني كل الناس اتقدمت بنفس القيمة بنفس المقدار اللي هو 276 ألف جنيه يبقى القيد المحاسابي بتاعك يبقى 276 ألف حساب مخصص الضمان 276 ألف حساب نقدية أو مخزون طبعاً لو أكتر من المخصص على طول بيتحمل كمصروفات تتعلق بالفترة يعني ادي 276 هو كان 280 190 أكتر من المخصص في الفترة دي احنا بنعيد تعديل المخصص زي ما انت شفت في نهاية كل فترة بحسب ما يطرأ لنا لكن للتسهيل بنفترض ان القيمة عندك طلعت بال276 ألف يبقى القيد بتاعك 276 ألف من حساب مخصص الضمان 276 ألف إلى حساب النقدية أو المخصول ده نشوف الحالة العملية رقم 6 بيقول لي ايه فيما يلي بيانات شركة توشيبة العربي عن مبيعاتها لعامي 2017 و2018 ايه بقى القصة دي بتاعت عمك توشيبة دي القصة ايه بيقول لي تضمن الشركة منتجاتها لمدة سنتين وبناء على خبرة الشركة قدرت مصاريف الضمان المتوقعة كما يلي في 2017 متوقعين نبيع ب6 مليون جنيه المصروفات المدفوعة لضمان المبيعات بالفعل في هذه السنة اللي تم فيها المبيعات 6 مليون 250 ألف جنيه التكلفة المقدرة لضمان المبيعات 3% في سنة البيع و5% في السنة التالية يعني انا دلوقتي بضمن المبيعات لمدة كم سنة لمدة سنتين سنة البيع ب3% والسنة التالية بنسبة كم 5% طيب مبيعات 2018 وده الشيء الطبيعي انه بيقى عندك طبعا مبيعات متتالية ومخصص الضمان في قيم متتالية بيعنا ب8 مليون جنيه المصروفات المدفوعة لضمان المبيعات 380 ألف التكلفة المقدرة لضمان المبيعات برضو أي لـ 3% في سنة البيع و5% في السنة التالية بيان القيود المحاسبية اللازمة لعامي 2017 و2018 مبينا الأثر على القوائم الملي طيب يبقى هنا عندك هنا مش مديني تغير القيمة الزمانية للنقود لكن ممكن نطلبها يعني خلينا بس إيه في الحالة زي ما هي كده مش هنحاول نخرج عن الانطاق أو السياق لكن تبقى في بالك إنه ممكن تبقى فيها تغير في القيمة الزمانية للنقود وقلنا الحل بيمشي إزاي طيب هنيجي في أول سنة أنت عندك المبيعات 600 ألف يبقى هنضرب في كام عشان أطلع قيمة مصروف الضمان 3% زائد 5% إيه 3% مصروفات الضمان للسنة البيع و5% للسنة التانية يبقى معنى ذلك هيبقى كام في المية يبقى 8% يبقى أضرب 600 ألف فيه 3% زائد 5% يعني 8% دي أول سنة واعمل القيد بالرقم اللي يطلع لك من المصروف للمخصص استخدمه منه قد إيه 250 ألف يبقى 250 ألف من المخصص إلى النقدية أو المخزون طيب مبيعات 2018 طلعت لي كام مبيعات 2018 بـ 8 مليون جنيه جميل طب إيبقى إذن برضو التكلفة المقدرة للضمان المبيعات 3% في سنة البيع اللي هي سنة 2018 و5% في السنة التالية إيبقى معنى ذلك برضو هضرب الـ 8 مليون في كام في 8% هضرب الـ 8 مليون في 8% تطلع قيمة معينة ماشي الحال في السنة 2018 مصروف ضمان المبيعات قيمة المصروفات المدفوعة لضمان المبيعات 380 ألف يبقى نعمل القيد ناخده منين من المخصص يبقى 380 ألف من مخصص ضمان المبيعات إلى حساب النقدية أو المخزون طبعا بنعمل القيد الأولاني بالقيمة المخصص والأمر انتهى على هذا الحال ونعمل الأثر على القوائم المالية الختمية سواء هنا أو هنا هنا في الحالة دية الحالة العملية رقم 6 لم يتضمن الأمر التغير في القيمة الزمنية للنقود لكن من الممكن أن أنا أطلب منك في حالة ما إذا كان هناك تغير في القيمة الزمنية للنقود يبقى كل ما هناك أنك بتشوف معدل الخصم اللي مدولك في التمرين أو معدل الخصم المناسب اللي أنت بتشوفه وبتضربه في هذه القيمة وبيطلع لك المقدار المطلوب وبتعمل قيودك زي ما أنت عارف واتفقنا قبل كده طيب تعالوا بينا نشوف الحل لهذه الحالة وبحيث أن إحنا نبقى مغطين هذا الجزء بشكل كامل طيب تعالوا بينا بقى نشوف عام 2017 مخصص الضمان هنضرب الستة مليون في 8% 3% بتاعت السنة الأولى و5% بتاعت السنة التانية يبقى 6 مليون في 8% هتطلع لك 480 ألف جنيه في عام كام؟ في عام 2017 هنعمل القيد المحاسابي بتاعنا يبقى 480 ألف من حساب مصروف الضمان 480 ألف إلى حساب مخصص الضمان طيب أنا استخدمت في نفس هذه السنة من مصروفات الضمان ما يعادل 250 ألف أنا أخده من أين؟ من المخصص يبقى 250 ألف من حساب مخصص الضمان 250 ألف حساب النقدية أو المخزون طيب ده بالنسبة لهذه العملية يبقى هنا عندك هيظهر لي في قائمة الدخل مصروف الضمان بكام؟ بـ 480 ألف جنيه طيب حساب مخصص الضمان كان مكونينه بـ 480 ألف استخدمنا منه 250 ألف أصبح الرصيد اللي موجودة عندك كام 230 ألف في نهاية 2017 يبقى في قائمة المركز المالي ضمن الالتزامات هيظهر لي مخصص الضمان بمقدار قيمة مقدارها كام اللي هو الرصيد اللي هو 230 ألف جنيه ده بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لقائمة المركز المالي في هذا الأمر بوضوح إن إحنا اللي إحنا حطناه يبقى معنى ذلك إن القيمة دي هتترحل معايا للسنة القادمة وطبعا في مخصصات من السنوات السابقة أنا ما حطيتش رصيد قبل كده لكن هذا لا يمنع إنه قد يكون هناك رصيد متبقي لمخصص الضمان من السنوات السابقة لأنه مش بالضرورة إن أنا أبتدي نشاطي في 2017 أو تريد تأدي ضمان بس في 2017 فممكن حاجتين هنا يبقوا مختلفين عن الحالة دي تحديدا يبقى عندك رصيد المخصص في أول السنة قد إيه؟ أو أقول لك إن هناك أثر لتغير القيمة الزمنية للنقود خد في الاعتبار هذين العاملين اللي ممكن يبقوا فيهم اختلاف عن الحالة اللي قدامنا بالزبط طيب ده سنة 2017 تعب تعالى بك نشوف سنة 2018 نفس الكلام اللي احنا عملناه في 2017 ممكن نطبقه فين في 2018 اللي هو إيه؟ اللي هو هنيجي نقول مخصص الضمان اللي احنا عايزين نكونه في 2018 لمبيعات 2018 التمانية مليون جنيه نضربهم في كام؟ في 3% مبيعات السنة الأولى زائد 5% مبيعات السنة التانية يعني 8% يبقى اضرب 8 مليون في 8% تطلع لي كام؟ تطلع لي 640 ألف جنيه يبقى القيد المحاسبي اللي انا اعمله 640 ألف جنيه من حساب مصروف الضمان 640 ألف جنيه الى حساب مخصص ضمان المبيعات في سنة 2018 اللي في هذه الحالة انه تم استخدام او في مصروفات لضمان المبيعات صرفت خلال الفترة دي مقدرها 380 ألف جنيه هناخدها منين من المخصص يبقى 380 ألف جنيه من حساب مخصص ضمان المبيعات 380 ألف جنيه الى حساب النقدية او المخزون او او الى بحسب الاحوال وبالتالي خفضنا قيمة المخصص بقيمة المصروفات التي تم صرفها في هذه المرحلة انا عندي رصيد مخصص الضمان القديم بتاع السنة اللي بفاتت بتاع 2017 230 ألف جنيه ثم كونت مخصص في عام 2018 ب640 ألف جنيه يبقى انا هنا اعملت ايه قدي المخصص القديم او الرصيد اضفنا له المخصص الجديد يبقى المجموع كام 870 ألف جنيه انا استخدمت من هذا المخصص قدي ايه في السنة دي 380 ألف يبقى رصيد اخر 2018 اللي بيظهر لك في قيمة المركز المالي ضمن الالتزامات 490 ألف جنيه يبقى لو رحنا كده على قيمة المركز المالي هنلاقي انه في قيمة المركز المالي ضمن الالتزامات مخصص الضمان مقداره كام مقداره 490 ألف جنيه اللي هو لما انت رصدت حساب المخصص القديم زائد مخصص السنة دي شلت منه ما تم استخدامه من المخصص خلال الفترة اصبح الرصيد المتبقي 490 ألف جنيه طيب علشان نستكمل هذا الامر انت عندك القيمة الاخرى هي قيمة الدخل ففي قيمة الدخل في عندك مصروف الضمان بكام مصروف الضمان عندك ب640 ألف جنيه يبقى اظهر لك ضمن المصروفات مصروف ضمان يتعلق بهذه الفترة او بمبيعات هذه الفترة وقدره كام وقدره 640 ألف جنيه يبقى بالشكل ده انك في عندك مصروف ضمان يتعلق بالفترة بيحمل على الفترة في عندك مخصص ضمان بيترحل من فترة إلى فترة كالتزامات على المنشأة الرصيد هو اللي بيظهر لك في المخصص وهو نفسه بيظهر لك ضمن الالتزامات في قائمة المركز المالي وبالتالي ده بنكون في المرحلة دي قدرنا نعمل كل ما يتعلق بالمخصصات والظروف المحتملة اللي هي ممكن تقابلنا في هذا الاتجاه طبعا ده بدينا كده أربع أو خمس حالات عملية وأفكار متنوعة بحيث أنك أنت تبقى ملم بهذا الأمر بشكل سليم ونكتفي إن شاء الله بهذا القدر في هذا الجزء ونقابلكو على خير إن شاء الله في مرة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشكرا